الوضع في لبنان صار يمكن بده أعجوبة لينحل من بعد ما وصلنا لحيط مسدود والأزمة يوم عن يوم عم تتفاقم بوست لفتنا على موقع فيسبوك بيدعي الناس من كل الكنائس للصلاة عن نية خلاص لبنان لنعرف أكتر عن هالموضوع منستقبل معنا عبر سكايب فارس خالد منسق بشبكة حركة الصلاة اللبنانية مرحبا فارس مرحبا مرحبا لقليك لو مشاهدين فارس خبرنا بداية شو رح يسير اليوم هيدا نهار قررنا انه كل الكنيس كل حدا بيعتبر حاله هو بيصلي بحب ربنا بحب لبنان بده تغيير لهيدا البلد مش يوقف معنا حدنا بيوقف برايته بيوقف بيصلي بقول يعني والصلاة هي انه انا يا رب انا برفض ذا الواقع برفض انه يكون في ناس جعاني برفض انه يكون في ناس همتاكل من سبالي مش هاي دي ايرادتك هاي دي ايرادة العدو ونحنا بنرفض هاي الارادة ونحنا واقفين نصلي وانا جيد ايرادتك كما في السماء كذلك على ارضنا فارس شو بتقول اليوم للمشاهدين يلي عم بتابعونا حتى تشجعون ينضموا لقلكن بهيدا نهار للصلاة للأسف يعني انا عم بحكي ان احنا كمسيحية ما عم نعرف كتابنا ما عم نعرف شو رب شو عم بقوله ما عم نعرف كيف نكون عم نصلي لانه اذا احنا صلينا وهو دل بالسلطة ما قدروا حققوا يرادت الرب رب سهولي بشينه انه بغيرهم يعني هاي دي لانه الله هو متسلط على كل مملكة البشر قال هو بيرفع من يشاء ويدعم من يشاء نلتحنا دورنا نطيعو نعمل يراتو فارس اليوم الوضع صار كتير صعب بلبنان واستقبلنا معنا بالحلقة وانت تبعت كمان معنا الحلقة توني وهو بيفقد عملو وبلش يبيع من اغراض بيتو حتى يقدر يأمن اكل لعائلته وتوني اليوم وضعه متل وضع الاف اللبنانيين اللي صاروا فقرة واللي بينهم وبين حالهم رح يقولوا الصلاة شو فيها تعمل بوقت اللي ولاد جعانين وما عم بقدر أمنهم لقمة خبز وبس يجي ابنة اللي عندي ويقل لي جعان شو مفروض قل له صلي صلاة فيها تشبع الجعان اللي عايش بلا أكل أنا كشخص مسيحي بشوف جاري محتاج أنا بقسم اللي عندي بعطيه يعني هيدا دورنا يعني دورنا نكون عم نحب بعض يسوء الحبوا بعضهم بعض من طمقنا حباتهم فنحنا في هود الأساسات الحياة المسيحية للأسف مكسورة معنا مش عيشين فيها بقوة تنشوف عن جد وقفتنا حط بعض إيماننا ببعض إيماننا بالرب وأكيد أكيد الصلاة يعني أنا أنا بشجع إنه هيدا النهار اليوم أنت وما تكون ببيتك بشغلك رفع قلبك دام رب صلي قل له يا رب بدي ما شيتك ما هي بالسماء كمو بأرضنا ما بقى بدنا شو ما بدنا بقى بارك السلطة جيب حضورك على أرضنا مندعيك فيرس نحنا هلأ مندعيك إنه نصلي نحنا وإياك للبنان بما أنه حلقتنا اليوم كمان خصصناها للبنان والوضع الاقتصاد الصعب اللي عم نمرق فيه تفضل شكرا يا رب لأنه بهيدا النهار يا رب أنا بصلي لكل مسيح لكل واحد بيحبك لكل مؤمن يكون عم بيصلي يكون عم نتحد مع بعضنا البعض ونشوف يا رب مجد غير عادي عم يسكي بأرضنا باسم يسوع المسيح بنجيب سلامك بنجيب حضورك يا رب لأنه أنت قالت صلوا لكي يكون في بلدكم سلام وحتى مع بعضنا البعض بوحدي غير عادية مثل وحدة الآب والإبن ورع الكدس لأنه أنت بتقول إذا بيتفقوا اثنان على أي أمر يكون لقلهم من كباب الآب اللي زي في السماء بشكرك يا رب لأنك اليوم سمعت صلاطة والسجابة شكرا شكرا لقلك فارس يعطيكم العافية رب مباركون على هالمبادرة اللي أخدتوها لأنه فعلا لبنان بحاجة لصلاة آمين أمين ما في شي رح يغير لبنان غير الصلاة صحيح ما في شي رح يخلصنا كلنا من هالوضع المأساوي اللي عايشينه اليوم إلا الصلاة